الله والشكر الله ان فيه ناس بتبقى يعني مستخسرة فيك النجاح طب انا بقول ايه غير الكورة يعني انا ما بقولش حاجة غير في فنيات الكورة وغير المصلحة العامة وغير ان الكلام اللي هو هو ممكن يكون حد شوية بس بيجيب نتيجة يعني اه ممكن انطقت حد بس مفيش بينه وبينه اي حاجة لان انا عايزه ان يبقى كويس او ان انا شايف ان هو لأ عن دكتر من كده ولا محمد النين المحمد النين على فترة النجم الكبير اللي طلع طبعا مع النجم احمد حسان ميدو كابتن احمد حسان ميدو وسأل سؤال خاص طبعا بانتقادك ليه بعد ماتش نايجيريا والرجل ردب بمنتهى الادب وفي نفس الوقت ردب بشكل منطقي وهو التواجد بعد البطولة في التشكيلة المثالية طيب هو ردي طبعا ردي محترم جدا وانا بشكره عليه وبهنيه طبعا ان هو من احسن حداشا اللعب في افريقيا وهذا اللي احنا كنا عايزينه هو انا لما انتقضت محمد ان انتقضته امتى بعد ماتش كودفار ولا ماتش ناجيريا ناجيريا ده سيادة الوزير اشرف صبح انتقض اللعيبة كمان اللي هي المحترفة ساعتها وقال لك اللي مش هيدي وهيخلص يمشي احنا مش عايزين حد يلعب بالشكة والسكينة نفس البوست اللي هو عمل ولا تفتكر يعني اذا الانتقاد لما كان المنتخب كله مش كويس وكمان اللعيبة اللي احنا يعني حطين امل عليهم قوي ما كانوش كويسين انت لو تفتكر يوميها انا ديت محمد صلاح قام في التقييم اتنين محمد صلاح بجلالة قادره في التقييم ديته اتنين انني صفر اواحد حاجة زي كده طب لما انني في ماتش كودفار خد راجل مباراة والله وحيات النعمة دي اسلام انا مديله عشرة من عشرة وما عرفش ان هو خد راجل مباراة يعني ما عرفش ان انت طبعا انت كنت معانا باين ولا ما عرفش من لي كان معانا هنا وانا جاي من القناة التانية فما الحيتش اعرف مين خد احسن لها فانا لما منتقد انتقدت انني في وقت مصر كلها منتقدها بس هو قد ابطولها محترم انا هقولك بس فالانتقد ده جاب نتيجة اسلام اللي خلاه خد اقراجل مباراة في ماتش كودفار وكان ممكن ياخدها في ماتش المغرب مع ماتش المغرب برضه انا مديله عشرة واخد دلت وجي قال لي شوية في ماتش الكاميرون طبعا ده غصب عنه ان عمل ماتشين محترمين اوي قدام كودفارو قدام المغرب جري وقوة والتحام واحتكاك وتسليم وتسلم ولعب القدام اللي احنا كنا دايما بنقول عليه فاخد عشرة من عشرة بإذا لنما فيش حاجة بيني وبيني لني فطبعا احمد حسام لما جابه وانا طبعا احمد حسام ما انت كنت بتقطع فيه انا بقول له ماشي ماشي حدي ادخل في ميدو كمان حبيبي لا ادخل في الجن لازل لا لا بس 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 هو قال له قال له المرة دي مشانة يعني اذا انت كنت بتنتقده واخد بالك ما طبيعي طبيعة كابت الرضا ان اي محلل لما بييجي او او اي صاحب ده اللي فهمناه يعني ان انت النهاردة لما بتنتقد انت وفقا لللي انت شفته في المطش الحالة الحالة بتاعته في المطش هو دلوقتي اولا انا قبل كده قلتها وتكرارا ومرارا هنقوله عشان الناس اللي بتنسى طبعا شرف كبير لأي مصري ان النني بيلعب في الارسنال ده وسام على كل مصري وانا قلت الكلام ده واخد بالك وهو هناك بيبقى مكسر الدنيا وكويس لما هو بيلعب هناك انا بنتقده لان عارف ان هو بيبقى متحمل مسئولية هناك وعايز بقى رقم واحد وبيبقى بشكل كويس وتحملها مع باقيد زمائله مع المنتقب لا احنا انا بقول لك مصر كلها انتقدت بعد بعد ما انتش لان الحالة كلها ان احنا كنا زعلانين من الاداء والخسار لان احنا متوقعين ان يبقوا احسن من كده حتى لو احنا قصرنا بس انت فيه وقت بتخسر بس انت بتثقف للفرق وبتقول لا ده عامل اللي عليهم زي مطش السنغال بس ده السنغال احنا ضيعناه من ايدينا زي مطش السنغال لو احنا بدأنا زمن هنا يا اسلام انا بكلمة بمنطلق يعني بص هنيجي المطش السنغال اخليه ده قدام شوالي فطبعا مصر كلها انتقدت اشمينا رضع بعال عشان ان انا قلت مثلا ان هو يعني بالمستوى ده ما العرش اسمه ده بقير معه من زهقي من طبعا من حزننا كلنا طب لما هو بس عمل بطولة محترمة لما عمل بقى احنا عملنا معا ايه اشدنا بيه حال ان انا مثلا اديته تلاتة وهو كان يستهل العشرة انا اديته عشرة يعني اذا اني ما فيش بيني وبين انينا حاد انا كل اللي يعنيني كان منتخب مصر ان هو يبان في احسن صورة ونكسب وكلام هو تحليل حررتك بيتبني على المصداقية زي ما البرنامج هنا مبني على المصداقية مع الناس والواقعية لكن بلا شك محمد النني مع باقي زمينه وبعد كمان وضعه في التشكال المثالية من اهم اللعيبة اللي ظهروا في البطولة بشكل عام ومع منتخب مصر اجيبلك الخلاصة اتفاض اللعيبة عملت اكتر من طائطة